بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب كلية العلوم قسم الأحياء جمعة أملك خالد تحياتي الطيبة لكم جميعا نهاردة بنكلم في الحبليات وبنتكلم في سمكة البلطي وبنتكلم في الجهاز الدوري يتكون القلب من ثلاث حجرات الجيب الوريدي سيناس فينيسوس رقيق البدران دائما بعد كده في الأذين وده رقيق برضه جدران بعد كده البطين والفنتركل وده القلب الحقيقي وده اللي هو سميك الجدران وده اللي بيدخ الدم عشان يوزع الدم إلى أنحاء الجسم لا يوجد مخروض شرياني الكوناس أرتريوزس اللي كان موجود في الدوك فيش وليس جزء من أجزاء القلب لكن فيه جزء انتفاح كده صغير كده عند قاعدة الأبهر البطني يسمى البصلة أشرينية البصلة أشرينية البصلة أشرينية ليست جزء من أجزاء القلب البصلة أشرينية لا يوجد جدار مرن وليس عضلي لذا فهي تعتبر انتفاح في بداية الأبهر البطني ووظيفتها المحافظة على ضغط الدم يبقى فايدة A؟ هي جزء من أجزاء القلب؟ لا هي عبرها عن انتفاح من الأبهر البطني ووظيفتها بس المحافظة على ضغط الدم في أوعية الخيشومية لكي نساعد في عملية التنفس ده القلب بالشكل ده يبقى عندك هنا الجزء اللي فوق ده ونجدره رقيق بعد كده يبقى فيه الأوريكل برضو يجدره رقيق بعد كده فيه الفينتركل اللي هو العضلي الجزء اللي انت شايفه ده اللي بيدخ الدم إلى الجزء اللي بعد كده اللي هو البصائلة الشرينية أو البصلة الشرينية البالبوس أرتيجوس طبعا فاصل ممات زي ما تشايف كده ده جزء من القلب لا ده جزء من أجزاء ده جزء منتفخ من الأورطة أورطة البطنية الكناز الشرياني الأبهر البطني يمتد للأمام في المتصف الخط البطني للبلعوم أسفل البلعوم وأعطي أربع أزواج من الأواعيد دموية الخيشومية الوردة لأننا راحين للأربع أزواج من الخيشيم يعني ده يمتد كده وبعد يطلع كده إيه جزء كده ده للخيشوم الأيمن وللخيشوم الأيصى يبقى عندنا أربع أزواج من الأواعيد دموية الخيشومية هي الوردة المين للخيشيم تحمل الدم الغير مؤكسج إلى الخيشيم حيث يمر يمرون من خلال أربع أي أزواج من القطبان الخيشومية زي ما احنا قلنا عليها وبعد كده طبعا تسهل في عملية تبادل الغازات حصل تبادل الغازات يبقى فيه يحمل الدم المؤكسج إلى الخيشيم عن طريق برضو أربع أزواج من الأواعيد دموية الخيشومية الصادرة اللي يسموه الإفراند يبقى فيه إفراند وفيه إفراند الأبهران الزهريان الجانبيان يمتحدان معنا للمام ومن الخلف عشان تكون حلقة رأسية برضو دي حلقة حاجة بتمميز جدا سمكة البلطي إن الأبهر بيمتد كده مع بعضه كده بالشكل ده كده الأبهر الزهري الجانبي يمتد كده ويديك حلقة من الخيشيم بسموها الحلقة الرأسية حلقة من العواد المؤهد الرأسية تعد هذه الحلقة الرأسية للأمام أشريانان سباتيان أو لمنطقة المخ أو في الخلف تكون الأبهر الزهري الوسطي هذا الأبهر الزهري الوسطي فرع واحد يجرى الأبهر الزهري الوسطي للخلف طبعا في الخط الوسطي الزهري في منتصف الزهر أسفل الفقرات بطول تجوى في الجسم ويعطي عدد من الأفرع يعطي الأبهر الزهري الشريان زي ما قلنا الأمام الشريان السلياقي المساريقي اللي هو كان بيغزي الجسم الغدل الحمراء اللي يوصل الدمر الكبد والمعدة والأمعاء والمناسل عشان كنا بسموه سلياقي مساريقي سلياقي لأنه ماشي بعشوائية كده داخل فيه الإيه المساريقة واصل الدمر الكبد والمعدة والأمعاء والمناسل يعطي الإيه الأبهر الزهري برضه بعد ذلك أزواج من الإيه الشريان الكلوية عشان تغذي الكالية وفي نهاية يمتد الإيه الأبهر الزهري طبعا في مطيط الزيل يبقى كاسمه شريان زي اللي يجري في الأقواس الدموية اللي احنا قلنا عليها في الفقرات ده في الشكل ده زي ما انت شايف كده ده القلبي عبارة عن ثلاث حجرات اللي هم جيب وريدي وزين بطين محاط بغشاء اللي هو الغشاء اللي ايه الطمور البريكارديو بريكارديو غشاء الطمور شوف غشاء الطمور يحض بايه يحض بس بيه اللي ايه ثلاث حجرات دول طيب جزء ده جزء من أجزاء القلب لا اللي هو البالبرس أردوليوزس البصيدة الشرونية عبرها عن انتفاخ من الأبهر البطن فيديته ايه قلنا نحافظ على ضغط الدم في المنطقة الخياشيم عشان يدفع الدم من المنطقة الخياشيم احنا قلنا عندنا واحد ادنين ثلاثة اربعة ايه خمسة ده الأقواس الموجودة احنا عندنا اربع أزواج من الايه الخياشيم والأولاني يخد له زوج والتاني زوج والتالت زوج والرابع زوج طيب احنا قلنا زوج من الاوعية الدموين هي الوريدة افرنت برانكل ارتري يتجمع الدم خالص كده عن طريق واحد اثنين ثلاث اربعة برضو اربع زوج خياش ومية صادرة صادرة اذا زوج هو وده زوج التنع ده بيتجمع مع بعض كده الدم هنا في شريان اللي هو الابهر الزهر ونه نفس الكلام الابهر الزهري ده جانبي وده جانبي لكن احنا قلنا في منطقة الخياشين بس بيتحد مع بعض ويديك حلقة بسموه الحلقة الرأسية امتد للامام عن طريق الشريان الثباتي اثنين ثباتين يبقى دول اللي هما ايه اللي هو الاوريد دموية الخياشمية الصادرة الصادرة منين من الخياشين بعد ما حصل دباغ غزات دي بتحمل دمم اكسج بتتكون مع بعضها حلقة رأسية سيركلوس سيفلوس اللي موجودة في منطقة البلعون تجمع الدم عن طريق الابهر الزهري الوسطي ويبدأ اديك تفارعات المختلفة في اديك اول حاجة الشريان السليق المساريق زي بقلنا الكبد والامعاء والمساريقة وبعد كده يطلع منه برضه تفارعات مختلفة دي تروح للكلة وامتد دفناء خالص للشريان الزيلي في منطقة دي الزيل ده الجهاز الشرياني في سمكة البلطي الجهاز اللي بعد الكلة اللي هو الجهاز الوريدي في يوجد جيوب وريدية هي وريدة بس عشان متسعة شوية وسموها جيوب يتجمع الدم غير مؤكسج منطقة الرأس في جيبين رأسيين اماميين زي اي حيوان خدناه بكده تجمع الدم منطقة خلفية برضو عن طريق جيبين رأسيين خلفين يبقى عندي جيبين رأسيين وجيبين رأسيين اماميين وخلفين يبقى عندي اربع جيوب على الجانبية الجسم تتحد الجيوب الامامية والخلفية مع بعضها يتدي قناتين كوفيتين يسمى يمنى ويسرى تبتحاني في الجيب الوريدي للقلب تجمع الدم منطقة الحزام الصدري وزعناف الصدرية عن طريق الوريد تحت طرقوة زي ما خدنا بالظبط في الدج في شصاب كلافيان فين هتجمع الدم في منطقة الحزام الحوض وزعناف الحوضية برضو عن طريق الحرق في اليك فين يوجد جهازين وريديين بابي كلاوي وكبدي موجود موجودين هم ويتجمع الدم برضو في منطقة الزيل في وريد الزيلي يمر هو والشريان الزيلي من طريق القوس الدم اللي كان موجود في الفقرات الشكل ده أنا عندي الدم وصل منطقة الزيل عن طريق شريان الزيلي يبقى يطلع منطقة الزيل عن طريق الوريد الزيلي أي جزء في جسمك لو تلاقي فيه شريان تلاقي جام بوريد ده وصل الدم للمنطقة دي يبقى ده اللي رجع الدم من منطقة نفسها شريان ذي يبقى وريد ذي بعد كده بيحصل ايه يتفرع تفرع فرعين رايح للكلية اليمنى واليسرى عن طريق الجزء ده اللي هو بسموه الرين بورتل وإحنا قلنا بورتل لأنا جاي من نسيج الذيل وراح لنسيج الاي كلا يبقى ده على طول ايه بورتل ده من نسيج للقلب أو من نسيج الكبد اهو راح للقلب يبقى على طول ما تقول ايه وريد كبدي بابي كبدي بابي من نسيج الامعاء لنسيج الكبد يبقى ده اسمه ايه نسيق وريد كبدي بابي طيب من الكبد للقلب طالما الراحل الدم للاصل بتاعه فتقول ده وريد دم اصيل اوه تقول عليه مجازا هباتك فين نرجع تاني احنا نقول نبدأ الجهاز الايه الوريدي احنا قلناه الجهاز وريدي ده وريد من ذيلي كودا الفين هيتفرع فرعين رينال بورتا الفين للكلا اليمين واليسرى ايه يحصل عاملية تغسل الدم وترقية الدم وترشيح الدم يطلع الدم عن طريق ايه الرينا الفين اللي هو الوريد الكولوي اوه بعد كده طبعا عن طبعا على الجانبين طب يتجمع مع بعض كده اللي هو الجيب الرئيس الخلفي هيطلع منه هنا الشريان الوريد الحوقوفي والنجيب الدم من منطقة اللي هو الحوض والزعناف الحوضية وهيبقى فيه برضو الشريان التاني اللي هو الوريد التحت تركوه الوريد السوري تحت تركوه ساب كليفين فين مجمع ده ممنين من من منطقة الصدر والزعناف الصدرية منطقة الحوض والزعناف الحوضية منطقة الصدر والزعناف الصدرية ده إصاب إليك فين وده إصاب كليفيان فين هيصبوا الدم كله فين في الجيب الرئيسي الخلفي والجيب الرئيسي الأمام ده جيب الدم منطقة الأمامية من الجسم وده منطقة الهيئة الخلفية للجسم يصبوا مع بعضه فين في قناة كوفيريان اليمنى واليسرة يصب الدم فين في الجيب الوريد بقى الدم الموجود في الأمعاء قلنا عن طريق وريد كابدي بابي لأنه من نسيج لنسيج وبعد ما يحصل إيه إن الكابد الجيت تتحكم فيه المواد اللي تدخل تعمل وتصب الدم بعد كده في وريدين كابديين اللي يصبوا فين يصبوا في الجيب الوريدي وطبعا ليه الأوزين والأوزين للبطين البطين يصب دخل دم لكل أنحاء الجسم عن طريق الأورطة وتبدأ يدعو الجهاز الشرياني مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله